طب خلوني انتقل بكم على تقييم اخر رئيس هو بيتكلم النهاردة اتكلم بشكل وزي ما قلت لكم يوم الاربع انا حاود اربط لكم حديث الرئيس وتسلسل حديث الرئيس انت لما بتسمع طبعا الكلام ده وتشوف الافتكاحات وتشوف وجوده كده ولكن هو ماشي طبقا للستراتيجية او اتفكروا ان الاستراتيجية اللي هتطبق على المشاريع دي او ان هو يقننها دي مش هتطبق على مصر كلها من اقصاها من مرسى مطروح بقى الى برسعيد الى سمال سيناء الى الجنوب الى الدلتا اي حد حينطبق عليه نفس الفكر الحكومي والتوجه الجديد في ان اقنن لك الاوضاع انا مش ضدك انا عايزك تكون كويس وتتعامل بهذا الشكل ومن نفس هذا المنظور ايضا الرئيس بيتحدث عن ان انا لازم كل شوية اقيم مشروعات الدولة علشان اتطمن ان الناس شغالة وطبعا انا الحقيقة يعني وبص للحكومة كده قالوا انا محتاج منكم جهده اكبر من كده الله يكون فؤونهم انا معينتش بحث اي مسئول في الدولة دي نما لما احنا نتكلم على 825 الف مشروع ولما بقولوكم ده هو عايز يعرف الناتج بتاعهم ايه العائد بتاعهم ايه شغالة ناس قدي ايه الدنيا مش مش كويس ولا مش مش كويس وتمويل منخفض التكاليف انا وقفت قدام الكلمة دي انا بعتبرها من اهم ما تحدث عنه الرئيس اليوم خدوا بالكم انا هقنن اللي موجود انا مش ضدك وحساعدك تاخد مكان جديد وعملك مجمعات صناعية جديدة وموجودة وتعالى تفضل علشان انا مش عايز اقفلك انا مش عايز استفيد منك انا كمان وتشتغل وانت تفضل مستمر في الحياة وتشتغل زي الفل ثم اتاح التمويل منخفض التكلفة للمستثمرين انتو عارفين دي معناها ايه في العالم زي ما ايجا الرئيس كده وطلع بالمبادرة بتاعة البيت بتاعة 3% على 30 سنة للشباب عشان يتجوزوا وغيروا وغيروا كويس اتها التمويل العقاري ما هنت كده انت بتقدم دعم بصورة مختلفة تماما للمجتمع تماما النهاردة الراجل اللي حيروح كمستثمر الكبار فاهمين وعملين دراسات جدوى وعملين كذا وعملين حواديد كتير طب افرض شاب صغير وعنده مبلغ صغير وعايز يعمل حاجة وخايف يخش علشان هو مش هيقدر على مبلغ معين من عند البنك او غيره طب ما انا لما اتيح له تبقى لدراسات الجدوى وساعده على تمويل منخفض التكلفة ده امر كبير جدا وده توجيه بيقوله الرئيس زمان كان عندنا شركة مخاطر ضمان الاقتمان يعني ايه زمان لما بدايات لما دخلت الامم المتحدة والجهات الدولية تحاول تساعد مصر قاله طيب ما هو البنوك رفضت طلع صلف علشان عندها حاجة اسمها مخاطر الاقتمان اننا ده ممكن ياخد ويبشل وكده طب ما نعمل شركة تدرس المشروع وتضمن للبنك ان المشروع ده جدي جدا شركة وسطانية كده ودي كانت متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي قاله الرئيس النهاردة في كلمتين ده وبالبساطة دي انا عايز اقولكو بيقام عليه اقتصاديات في العالم بترفع بيه بلاد اقتصادياتها زي ما ايجت في وقت من الوقات كده السين قرر بتعمل الترانزيستر الراديو كان كل واحد بيقفل في البيت عنده 20-30 راديو فالوادي اللي جنبه يعمل له مش عارف البوردة الفلانية كزا فتحولت القرية كلها الى قرية بتطلع حاجة معينة يبقى القرية اللي جنبها تقفل صندوق الراديو فبدأت الصناعة تنتشر انتشار كبير جدا جدا بدعم بسيط قوي بدأ يتحرك فيها